آن الأوان ليترجم التضامن العالمي مع شعب الفلسطيني في غزة إلى مبادرات فاعلة ومن صميم هذا أطلقت الحملة الدولية لإنقاذ غزة بمشاركة هيئات ومنظمات وتجمعات مدنية وسياسية حول العالم من اسطنبول بدأت هذه الحملة وأخذت على عاتقها تحقيق أهدافها هذه المؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التضامنية والشعوب على مستوى العالم من أمريكا اللاتينية وحتى أقصى آسيا تسعى إلى إطلاق حملة إغاثة فورية عاجلة تضم عديدا من السفن الإغاثة محملة بالاحتياجات الأساسية لإسكان قطاع الغزة سفن إغاثية ستنطلق من موانئ شتى حول العالم قاصدة غزة غير آبهة بالمعوقات لا قيود ولا خدود ستمنع القوافل الإنسانية من الوصول إلى غزة هذا ما أكده منظم هذه الحملة تم تأسيس مبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين وإنقاذ غزة وهذه المبادرة تتضمن عديد مؤسسات تجاوز العشرين مؤسسة مع شخصيات وطنية ونحن الآن شغالين أو نشتغل على مصارين المصار السياسي أن تتبنى الدولة هذه المبادرة وتسير السفن من موانئ جزائرية والمصار الثاني هو المصار الشعبي بحيث أن الشعب جميعا يلتفع على المبادرة ويساهم في تجهيز هذه السفن نعم مأساتنا في العراق كبيرة جدا عندنا لا زال هناك مهجرين ولا زال عندنا هناك نازحين ولكن جرح غزة النازف دعا هيئة علماء المسلمين من العراق أن تبادر لإغاثة أهلنا في غزة نحن مساهمون في هذه الحملة إن شاء الله وسندعم بقوة هذه الحملة لإنقاذ إخواننا في غزة نتحرك هنا في تركيا على كل المستويات بما فيها مجلس النواب لإيقاف المجازر الوحشية في غزة وتقديم الدعم والمساند لإخواننا في فلسطين وندعم أية مبادرة تصبوا في هذا الاتجاه وبخطوات جريئة مبنية على أسس واقعية وضع منسقو الحملة آلية لضمان سلامة وصول السفن إلى غزة وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية عن سلامتها نحن نتحدث عن سفن تزيد عن خمسة أو ستة سفن الآن وهذا العدد سيعني أن دولة الاحتلال ستضطر للتعامل مع هذا الموضوع بشكل مختلف عما كان في السابق وأيضا سنسعى وبشكل صريح سنسعى أن نتواصل وهناك تواصل مبدئي مع بعض الدول للتفاهم على كيفية وإمكانية أن يكون هناك نوع من أنواع الحماية مستغلين قرارات مجلس الأمن الدولي واتفاقيات دولية تسمح بمثل هذا الحراك تحت إشراف دولي ولن تتوقف الحملة عند حد إيصال المساعدات إلى غزة بل ستسعى إلى كسر الحصار بشكل كلي وإيقاف الحرب الصهيونية الهمجية ودعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة على أرضه قناة الرافدين الفضائية فاروق شريف اسطنبول ترجمة نانسي قنقر